يا إخوتي السجين في سجنه صدره ضيق يضيق صدره في سجنه فحين يفرج عنه ويخرج لأول مرة ويشاهد ضوء الشمس فالسعادة حجم السعادة التي هو فيها لا يسع أي إنسان أن يصفها بالكلمات السجون كثيرة المرء يكون في داخل منزله وقد ضاق به ضاق صدره من الجلوس في المنزل فحين يخرج إلى الطبيعة في الصباح ويشاهد الشمس وخصى في بلاد الشمال هذه ثم يستنشق الهواء الرطب العليل البارد ويشاهد أوراق الأشجار ذات الألوان المختلفة في هذا الخريف فإن صدره أيضا ينشرح ويحس بشعور جميل جدا أنه خرج من سجن المنزل الجسد كذلك هو سجن يحس المرء مسجون ضمن هذا الجسد أنت لست جسدك أنت شيء آخر أنت تسكن في هذا الجسد هذا مركوبك الجسد هو مركوبك لكنك محصور فيه لأنك محدود محدود بحدود حواسك فاتصالك مع العالم الخارجي لا يكون إلا عن طريق الحواس فلو أوقفنا هذه الحواس كلها كلها فإن الإنسان يصبح في عزلة كاملة عن الكون المحيط به العالم الفيزيائي المشكلة لا يمكن قيام بتجربة حتى نرى ما الذي يحصل لو أن الإنسان فقد كل حواسه لا نستطيع المهم هذا الجسد سجن مقيدك ترك دائما من أجل خدمته ولكنك تحس بالضيق منه تريد أن تخرج إلى العالم الرحم تريد أن تحلق عندما تخرج من هذا الجسد فإنك تشعر بسعادة لا يمكن وصفها وكيف تصف شيئا وأنت في حضراته غائب وبوجوده دائب وبصح يمكى منه سكران وبفراغك عنه والهان لا تستطيع أن تصفه الكلمات تعجز لكنه أجمل بكثير من شعور السجين الذي يخرج من السجن ويفرح بالحرية وهو شعور أجمل بكثير من عندما تخرج وترى الطبيعة وتخرج من مثلا تذهب من الشام إلى مكان آخر مثلا فيه طبيعة جميلة وسيران وهكذا لا بد لك أيها الإنسان أن تحاول أن تخرج أحيانا من هذا الجسد لتحلق عاليا لتشعر بمعنى أنا أنت لست أكلك أنت لست شربك أنت لست جسدك أنت شيء أكبر من ذلك بكثير عليك أن تحاول الآن السؤال كيف يستطيع المرء أن يخرج هكذا من جسده ويراقبه الأمر يحصل ببساطة عليك أن تتوقف ونيهات وتفكر من أنا أنت تركض طوال الوقت في هذه الحياة تركض من أجل إشباع غرائزك هذا أمر لا بد منه أنت لا تستطيع أن تعيش دون أن تشبع غرائزك أو حاجاتك العضوية ولكن خذ عشر دقائق كل يوم ليس أكثر من عشر دقائق اجلس في هذه العشر دقائق مع نفسك وقل من أنا وما هو وجودي وكيف أستطيع أن أحلق حتى أرى ملكوت الله سبحانه وتعالى في الأرض أسعد الله نهاركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة